انطلقت أعمال اجتماع المندوبين الدائمين بجامعة دول عربية بمناسبة أحياء يوم الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني برئاسة المغرب الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية ويشارك في الاجتماع مندوب وممثل الدول العربية وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي ويتضمن الاجتماع كلمات لمندوبي وممثل الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني لقد بزلت مصر السيدات والسادة منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر أقصى الجهد الاحتواء الأزمة ومنع اتساعها لجابهات أخرى فوصلت القيادة المصرية عبر عشرات اللقاءات والاتصالات آناء الليل وأطراف النهار مسعيها الحاسيسة لذات الغرض ووأد الخطر في مكمنه وانخرط وزراء الخارجية العرب في جهد مستمر وتشاور لا ينتهي لصياغة موقف عربي وإسلامي جامع على نحو لذلك مخدت عنه قمة الرياض في 11 نوفمبر الجاري إن موقف مصر القوي والواضح الذي لا مواربة فيه أكد بجلاء أن مصر رفضت واصدرفت رفضا قاطعا أي محاولة آثمة لتصفيت القضية الفلسطينية عبر التهجير القصري للشعب الفلسطيني بأي صورة كانت فما دون ذلك الكثير والكثير من التبعات لمن يعقل الأمور ويستبصر نتائجها هذا الموقف هذا الصمود أثبت الفلسطيني أنفسهم أنهم الأحرص عليه وأنهم يفضلون الموت على أرضهم دون النزوح عنها ما تزال إسرائيل تسعى لتكرار سيناريو نكبة فلسطين من خلال التطهير العرقي وتهجير الشعب الفلسطيني مرة أخرى من بلادهم وقد أدى العدوان الإسرائيلي حتى الآن إلى تهجير 1.7 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة وهنا نحذر من نوايا ومخططات إسرائيل المستمرة لتهجير القصري أو النقل الجبري للشعب الفلسطيني خارج أرضه والحال في الضفة الغربية المحتلة ليس أفضل مما عليه الحال في قطاع غزة فكل يوم يقتحم جيش الاحتلال ومستوطنيه بحملات إرهابية بشعة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ويقتل ويصيب ويعتقل المئات ويهدم المباني والبنى التحتية ويحرق الأشجار والممتلكات ويزيد وطيرة الضم والاستيطان الاستعماري ويعمق نظام الفصل العنصري الإجرامي وفي القدس تستمر حملات التهويد والتهجير والقمع والقتل الرهيبة بلا هوادة ويستمر حصار المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين المسلمين من الوصول إليه ممن تقل أعمارهم عن ستين عاماً ويستمر اقتحامه اليومي بمئات المستوطنين الإرهابيين ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً